اشتركوا في القناة عامل ايه؟ بنفطر بقى يعني عديها دفتار احنا قبل ما نخش قلتركوا عادتوا بشياء بلابة انا اطلقتوا قلتركوا بشياء بلابة اه 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 دي عايز اقولك ان كريم من زمان عمل طفرة انه خلى الشباب الشباب الولاد يعني يهتموا بنفسهم ويهتموا بصحتهم يعني دايما يا جماعة كان معروف ان اللي بيهتم بمظهره او بشكله الستات اكتر والبنات فكريم يعني تبارك الله عليه يعني عمل طفرة حلوة جدا كده وليه الصبق في كده ده حقيقي انت خليتهم وهم كمان يهتموا بنفسهم لأ واشياكة وعلى جسم متناسق طبعا انت بتاكل كل حاجة كريم؟ اه والله وبتعمل ايه بقى؟ قولي يعني يا اما بيبقى جمي يا اما بيبقى حاجات من اللي انا مقدمها النهار ده اه زي ايه بقى حضرتك بقى؟ ايوه احنا مستنينك بقى انا مقدم فاكهة نهار ده انا النهار ده بمش مقدم كورس ولا مقدم كابسولات انا مقدم فاكهة ليه؟ لان انت بتاخدها عبارة عن هوبش جوا انا عشان كده انا بيقول ان هي فاكهة هو ان انت بتاخد حاجة بتخليك تاكل كل اللي انت عايزه وما بتتخنش خالص بالعكس انت بتخس والله اه بس بتاكل كل حاجة بيأكل كل حاجة يعني عادي جدا بيأكل البتيه بيأكل محشي بيأكل اي حاجة بس هالفكرة بالنسبالي يا جماعة احنا بنتخن ليه من كم الاكل اللي بناكل الكم 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 اه مش النوعية الكم والموعيد النظام كامل كده انت بتعمله غلط يعني فكرة ان انا اكل وانام دي كرسى اه فكرة ان انا اكل بشكل عشوائي الفطار في اي وقت يعني في ناس بتفتر الساعة نام من الظهر ناس بتفتر الساعة تسعة فيه ناس بتتغدى الساعة اثنين عدم النظام في الوجبة الاساسية اللي احنا بناكلها هي دي اللي بتعمل المشكلة عدم حفاظنا على جسمنا دي بقى دي بتبقى نقرة دانية فكرة ان انا باكل وانام فكرة ان انا باكل وما باتحركش عندي عدم الحركة وعلى فكرة عدم الحركة بتيجي للناس بقصدق وبدون قصدق يعني فيه ناس اللي اصبع عندها تشتغل كده شغالها قاعد على مكتب فبيبقى مرتاح قاعد طبعا بيستخدم زهنه اكتر بس هالفكرة في جسمه حركته بطيئة ما بيتحركش فالاكل ما بيحرقش فبيضخن او حتى الطلبة عارفة لما بيعودوا يذكروا يقعد على مكتبه وماما كل شوية دقلة بستندوشات الفينو أيوان حرجة من الثانية او حجرتهم بيذكر فينا الماسل الشاب اتجاوز وخلاص يعني بدأ حياة جديدة بعد كم شهرة لقيت خ او او بالزبط ده بيبقى سببه انه هو كده كده بعد ما اتجاوز فبقى اكيد بياخد اجازة او يعيش اخذة بقى بيينبزه فمرأته بتاعمله الاكل وبتحاول تبينه بقى لا وابده بتدخل ببتو لها كل جاعة برضا عضلات كذلك تثبت نفسها وكل يوم أكلام لدينا ممكن عادي جدا أن أكل أكلام هو كل يوم أكلام هذا في الأول بس يا كريم يا خليها تفرح في الأول دي الفكرة في الأول هو بيأكل مع الأجازة فامريح في الدنيا وقت ما فيش حرق بقى أخذ خالص ما هو الحل بقى؟ الحل النهاردة في العرض اللي أنا جايبه عرض النهاردة أنا جايبه اسمه عرض النحات عرض النحات معنى كلمة نحات الأول يعني نفاهمها للناس نحات يعني بيفتت الدهون المتراكمة في مناطق معينة بينحط المنطقة زي منطقة البطن في حد بيعاني من منطقة البطن في حد بيعاني من منطقة الأرضاف هو بينحط لك منطقة الأرضاف بينحط لك منطقة البطن من الآخر كده بالبلد هو بيروح على الدهون بشكل هو عارف الترجل بتاعه هو رايح في الحتة دي هو رايح يفتت الدهون في المنطقة دي هو شايف أن هنا فيه دهون كسيفة فبيروح يفتتها خالص وينزلها طيب الكرسي دوت خليني أكل إزاي؟ أنا بأكل عادي على مداري يومي مفيش مشكلة بس بيخليني أكل كم قليلة يعني أنا بحرق الدهون اللي عندي أصلاً وكمان الأكل اللي أنا بأكله بيخليني أنا أزوله بشكل أحسن وبشكل كم هو هو إلى جانب أن أنا واخدها على كميات قليلة بالضبط كده يعني طبق رز أنا ما بأكلش الطبق كله أنا بأكل نصه معين الطبيعي أني كنت أكله كله ده الطبيعي بتاعتي الكابسولة بتخليني أكل نص الطبق بس طبيعي اللي هو بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا بأكل نص الطبق بس أنا حسيت أن أنا شبعت مش بأكل نص الطبق وأوم نفسي غضب عني وأنا لسه جعاه بزرق لا ما هو فيه فرق ما بين الموت بيختلف سد الشهية وسد النفس يعني سد النفس أنه هو ما يكلش خالص وهو بش حابب الأكل ومش بيشتهي الأكل وفيه فرق من أن أنا بس أدي لك الشهية أني أخليك تاكل ويبقى نفسك في الأكل عادي بس بتاكله بكم أقل أه حلو ده حلو جداً هو ده الأحسن هو ده المطلوب يعني حتى للناس اللي عندها شهية عالية أنا أعتقد أن هي متضايقة أصلاً من حاجة زي كده بالزرق صح؟ فمطلوب قوي أن أنا بأخد حاجة تساعدني على أن الشهية عندي تبقى تقل بس ما تحرميش من اللي أنا بحب بالزرق أنا مهاردة أصلاً جايب عرض يعني هو جديد فعلياً وبشكل مختلف غير طبيعي أنا أقول العرض الأساسي بتاعي اللي هو عرض النحات هو كابسول ونقط وأعشاد عليهم هدية طبعاً قلبة كريم لشد الترهولات حلو ده قديني قلت العرض بشكل كامل طيب ده بيخسس قد إيه؟ ده بيخسس 15 كيلو في شهر واحد في شهر يعني كرسي بتاعنا مدته شهر شهر 30 يوم 15 كيلو إيه بقى الحاجة اللي أنا النهاردة حاطيتها هو أنا اللي ضيفها؟ طيب فيه ناس عايزة تخسر 20 كيلو 25 كيلو 30 كيلو طيب أنا مقدم لكم الكرسي التاني بنص ثمن العرض بتاعي حلو على العرض حلو جديدة دي يا كريم إنت كده بتدي دفع قوي للشباب إنهم على طول يلا نقوم نبقى زي كريم كده يعني العرض بتاعنا كابسول ونقط وأعشاب والهداية بتاعته كريم لشد الترهولات وهفصصهم دلوقتي واحدة واحدة طيب لو أنا احتاجت مثلا ننزل 25 كيلو دلوقتي هو أخذ العرض بس عايزة إيه؟ كرسي زيادة طيب هو العرض أصلا الأحساسي عليه كام؟ عليه خصم كام؟ 75% خاصة يا خبري ما شاء الله يعني هندفع ربع الثمن ربع الثمن ربع الثمن ربع الثمن الكورسات لو أنا عايزة كورس تاني بقى أنا بادفع النص ثمن الكورس الأول هنا يعني كأنه جاي ببلاش هي حتة صعبة شوية بس لو ركزنا فيها عندها حاجة يعني ما حصلتش أبلي كده طبعا معايا عرضين معايا كورسين بالزبط بالزبط كده طب ده هايل يعني يعني أنا مقدم لك عرض كامل ده بتاعك وعليه خصمة 75% لو عايزة تخص 15 كيلو 10 كيلو عندك ممطقة البطن بس اللي فاهم مشكلة طيب فيه ناس عايزة تخص 25 كيلو عايزة تخص 30 أنا بقدم لك الكورس التاني مش أقول لك بقى بخصمة 75% لا بنص ثمن الخاصمة اللي أنا كنت عمله على الكورس الأولان يعني أنت هتاخد كورسين مش كورس واحد بالزبط هو كأن العرض بتاعنا النهاردة هو كورسين وأنا بدفع في المقابر ربع الثمن بالزبط بالزبط كأن التاني ده جاي لبلاش بالزبط عايزة تخص 25 وطبعا من اللي بيحدد ده الفريق طب الطول الوزن بيعرفوني أنت عايزة تخصي قد إيه عايزة تخصي 15 كيلو أنا بديك العرض بتاعنا عادي جدا عرض الناحات عايزة تخصي 25 كيلو 30 كيلو بروح أقول لك العرض بتاعي التاني الكورس التاني على الكورس الأولاني وبقدمهم لك ده بيخصص 15 كيلو وده بيخصص 15 كيلو يعني في الآخر هتخص 30 كيلو في 60 يوم حلوة قوي حلوة قوي طبعا يعني بنتعذب أصلا بـ 2-3 كيلو ولو كمان بنتعذب كلمة بنتعذب دي يا شهيرة حط تحتها حرمان حط تحتها الميزانية بتبوز ليه؟ لازم أروح أجيب أكل معين ومش عارف وحاجات ضيئة وحاجات وما بنكملش يا شفا ما بنكملش ما بنكملش خالص لي ما حدش أصلا دخل الخطوة دي وحد كملتها نهاية الخطوة دي بتبقى دايما بـ يعني بنعرفش نعملها بشكل كامل وكمان فيه فئات ما بتعرفش إن هي تخص بشكل عادي الناس بتعمل دايت ما بتخصش لأن انت عندك مشكلة في الحرق انت بقى مش قادر تستوعب ده انت ممكن تاكل الكم قليل جدا تشرب مية تضخم ما هي الناس بتدخل في الرجيم وما بتبقاش فهمة طبيعة جسمها إيه فبتبقاش عارفة هي بقى بتحرق ما بتحرقش هي وزنها ده وراسها حتى يعني ممكن يكون في سمنة وراسية وممكن ما يكونش تخين بس عنده توزيع الدهون غلط اه في مناطق المناطق صح انت ممكن تكون بشتخين بلي همش قادر يستوعب انت عندك مشكلة في البطن اه تمام بس انت جسمك متناسق انت عايز توزع دهونك اه بالزبط صح برضو الكورسي بقدم ده انا بوزع لك الدهون ما بفتتاش بس لو انت جسمك محتاج عندك مشكلة في البطن وانت وزنك مثالي بحول لك الدهون ديت لمكانها الصح حلو جدا 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 كل ده شغل الكابسولة الكابسولة والنقط والعشان النقط بتعمل ايه؟ النقط بتزود سرعة الحرق في الجسم بحيث ان انا لو بشغل بقاعد مثلا او انا ست ما بتحركش مثلا رب تمنزل او لو انا ما اعملش شغل انزل السلم اطلع السلم العب رياضة فهي الفكرة ان هو بيغير للك كل ده طيب احنا ناخد مونة على التليفون يا كريم هلو؟ هلو؟ السلام عليكم عليكم السلام زيك يا مونة؟ زيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام ايه؟ الحمد لله حبيبتي تمام زيك يا مونة؟ يا مونة الحمد لله يا حبيبتي قولي لنا عايزة الكورسات انا بشكر كبيرة شغلية كريم ايوة ايوة تفكر لان انا قد كابسولات النحات من عنده ايوة بنا خليتك كان عندي دهون على في البطن والارداف تمام تمام والحمد لله نزمت 15 كيلو ثلاث شهر لمدة شهر يعني استخدمته فبشكر جدا المصدقية والمتابعة اللي كانت معايا تمام كانوا بيتابوا معاك يا مونة الفريق الطبي على مدة الشهر اللي هو مدة الكورسات مدة الكورس دكاترا بيتابوا معاك كانت المتابعة كلها يدي يا مونة اسبوعيا في يوم كل اسبوع طالما هي ماشية كمان يبقى خلاص كل اسبوع عمر كنت بتعني من اي حاجة يا مونة؟ لا مستيش كانت عندي اي حاجة طب كنت بتاكلي كل حاجة برضو يا مونة؟ اه كنت بقى كنت وكان فيه تنظيم بعدين خلال الشهر ده كان فيه تنظيم برضو في العكل يعني حلو جدا بص يا مونة انت خسرتي وفي المقابل كسبتي خسرتي ايه وكسبتي ايه تفتكري خسرتي ايه؟ خسرتي الوزن الوزن اللي راح طبعا كسبتي ايه يا مونة؟ كسبتي كتير جدا كسبتي صحتك اولا داخليا طبعا كسبتي مظهر حلو جدا خارجيا صح كده؟ طبعا وفي نفس الوقت الفيتامينات اللي موجودة في الكابسولة خلت للشعر بيقع وخلت البشرة نضرة جدا خلت مفيش هالات سودة يعني بنخس بامان وفي نفس الوقت بتالي محدش حرمك من حاجة صح؟ صح؟ طول ما كنت بتخسي كنت بتاكل اي حاجة عادي؟ اه انا كنت استخدمت اصلا منتجات تانية بس ما عملتش حاجة يعني انا مبسوطة فعلا بالمصدقية في المنتج دا لاني دا كده اول منتج يعمل معي فعالية وانزل عليه طبعا الحمدو طبعا شكرا طبعا وهي خدت منتجات تانية يعني انتو كمان لو في حد مثلا بيبلغك وبيقولكوا ان انا جربت حاجات كتير جدا ومخسيتش ومش عارفة ايه انتو بتعرفوا تتصرفوا مع الحالات الازاية دا ديني حافظ اكتر اه طبعا دا يعني متأسف في اللفظ انا بتنرفز يعني بتدايق انت جايلي واخنت يعني بتحاول تعمل دا قبل كده قبل ما تجيني فانت بتديني حافظ ان انا اضغط عليك اكتر انك تخس اه طبعا طبعا طب كورساتنا النهاردة تانية يا كريم بعد ايه؟ النهاردة الكورس بتاعي عرض الناحات كابسول ونقط وأعشاب الهدية بتاعتي قلبة كريم لشد التراهولات عشان لما بخس مثلا في الاسبوع خمسة كيلو بيبقى لي تراهولات اه الجلد اه الجلد كمان بيبقى فيه تراهولات كده اه مطرح مالواحد كانت خيم ايو اه جلد بيكرمش كده الكريم داود بيخليني يمنع الاستريتش مارك انها طبعا موجودة لو موجودة بيخفيها لالخطوط ولو فيه تراهولات لا بيشدلي الجلد بالزبط فبيخلي كمان غير ان انا خس بيخليلي شكل قدام المرايع حلو اه يعني فيها حاجات ما بيبانش طبعا للناس العادية بس بيني وبين نفسي انا حالة النفسية بتفرق بقى اه للناس ما تعرفوش ان الكريم دا اللي جاي لنا النهاردة دا مجانية دا مجانية كريم دا اللي بيستعملوه في مراكز التجميل يا جماعة لما ناس بتخس او لقدر الله بتعمل عمليات المعدة او استقصال غزء من المعدة اه فالجلد بيبقى متراهل جدا دي واجهزة ومش اجهزة بيبقى نفس الكريم دا وبره بتدفع عليه في مراكز التجميل في الجلسات مبلغ كبير جدا النهاردة الكريم دا جاي لنا هدية مجانية وخاصة 75% دا دا الكورس الاولاني دا الكورس الاولاني دا العرض بتاعي عادي جدا عرض الناحات اللي هو الترجي بتاعه 15 كيلو كل اسبوع بتابعك متابعة مجانية حلوة قوي متابعة يعني كان الدكتور معي على طريق وغزب عني وغزب عني يعني لو انا ما اتصلتش انا بلاقي حد من الفريق المتابعة هو بيكلمني قدني ايه عشان اقولك النظام اللي هنمشي عليه بعد كده بنتابع مع بعضي كل اسبوع عشان انت اول اسبوع بالنسبة لي انت لازم تنزل من 4 كيلو لل5 كيلو اول اسبوع لازم فانت بعد اول اسبوع بتكلمني انا نزلت قد كده من الوزن بعد ما بشوف تنزلت قد ايه هشوف النظام بتاعنا في الاسبوع الجاي هتكمل نفس النظام ولا هنعد الفحيلة مجانية توصيل مجاني حلو جدا النظام اللي تقصده يا كريم مش معناه نظام ريجيم لا لا يعني لا يا جماعة هو مش ريجيم ولا اكل معين ولا كلام من ده لان النظام اللي احنا بنقوله بننظم واجباتنا بننظم طريقة اكلنا هو كده او كده الكابسولة بتساعدنا على ان احنا نقلل كمية الاكل اللي احنا بنقوله هو اللي انا اقولت في الاول ان احنا مقدم فكهة انا مش هخليك تاخد حاجة تحسسك ان ده دواء انا بقدملك حاجة عادي جدا قبل الفطار بعد الفطار ووضوع بسيط لا هي مش فكهة انت مقدم هدية هدية لازم كلنا بجد نستغلها الكورسات يا كريم بتغطي وقت قدية الكورس الواحد بيغطي شهر يعني انا كده النهاردة الكورسات بتاعتنا هتغطي شهرين يعني اه لو انا عايز انزل 30 كيلو مثلا بتغطيك 60 يوم بتنزل 30 كيلو في 60 يوم عايز تنزل 15 كيلو في شهر واحد حلوة اول 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 عرض بتاع عرض النحات خاص من 75% تزفع ربع تمن التوصيل مجاني والمتابعة مجانية والكريم هدية والكريم هدية طبعا الكريم اللي شد التراهر وطبعا انا فسرت ده بيعمل ايه وكمان الاعشاب اللي ما يعرفش بتعمل ايه الاعشاب بتناقص سموم من الجسم من اكل التكاوي الهواء عماتن بشكل عام بتناقص سموم من الجسم بحيث ان هتخلي الكابسول والنقط يشتغلوا على نظافة يعني بتعمل رفريش بتعمل رفريش للجسم والكابسولة والكابسولة زي ما قلنا هي بتسد الشهية بتحرق الدهون بتروح على الدهون المترقمة بشكل مباشر يعني مش بنزل مثلا الكابسولة والسد الشرفك لأ هندي مشاكل في الدرعيل بتروح الكابسولة على الدرعيل بالضبط هي عارفة طريقها هي كابسولة بتعمل اكتر من حاجة عشان كده حمسة منها النحات عارف يا كريمة انت شبهت عليا بكلمة النحات ايه؟ هي النحات ده النحات اللي هو بيبقى قدامه التمثال لو لا في التمثال حت الدفوهات كده او حاجة مش مظبوطة بيروح جايب الاداة بتاعته شاعدة اسمها ايه ويعمل كده يكسر في الحتة اللي مش مظبوطة بيرسمها بيرسمها عشان في الاخر يتاخد كده تحفة فنية متنصقة كذلك الكابسولة بتاعتنا النهاردة كابسولة النحات بتنزل الجسم بتدور الدهون ركنا فين كده على جنب منطقة البطن منطقة الارداف منطقة الدراعات الحتة اللي تخليك غصبا عنك عايزة تلبسي مقاسة اكبر من مقاسي ويبقى تباني اكبر في السن وتباني ان انت ادخن من كده فالكابسولة بتروح رايحة على الدهون المتراكمة دي تعالي بقى لك سنين المتراكمة تفتتها جدا ما تخلي لهاش وجود بعد الشهر الاولين تعال الكورس الاوليني اتفاجئ ان الجسم بتده يتزبط البطن اللي كانت مدايقاني مفيش بطن الدراعات مفيش هبتدي يلبس مقاسي المظبوط الاقي كمان ملامح الوش بتدي اتزر كل ده بيحصل من الكابسولة وبعرف انام كويس صحيت يا عموما بتسحى انا فيه ناس بتسحى من النوم بسبب نفسها العيلة اوه 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 فيه ناس عشان عندها مشكل في العزام مشكلة في الرجبة ومشكلة في عمود الفقري عشان تعالج للعزام اصلا لازم تخس دكتور العزام يقول كده الخشونة يا شيف اوه دا دايما يقولوا خشونة دي اتزر روح يخس الاول وبعدين تعالي وهو موضوع منطقي شوية يعني انا في الاول وفي الاخر ماشي على رجلي ففي الاول وفي الاخر لما جسمي يبقى مثلا فيه دهون كتير فوق مثلا فيه سبعين كيلو انا في الاول وفي الاخر محمل عليها رجلي رجلي ما بقيتش مستحملة فبيحصل شرخ بيحصل خشونة لازم لازم من فوق تخس طيب كرساتنا الحلوة دي النهاردة يا جماعة وعرضينا الحلو ده هنتصل على ارقام التليفونات اللي موجودة دلوقتي قدامكم على الشاشة عشان نلحق عرض النهاردة الجبار نسميه الجبار النحاس واللي مش مصدق عشان انا بقى بينهم كتير يعني هو بجدك ان العرض النهاردة عليه خاصة من 5 سنوات اتصلوا اتصلوا على الارقام دي وشوفوا الساعة وشوفوا الشحن مجانا ولا لا اه شوف كلامي اللي انا بقولولك دلوقتي انا هقولوا تاني دلوقتي اهو الكورس بتاعنا عبارة عن كابسول نقط اعشاب عليه دية كريم لشد التراهولات ده اللي اللي عايز يخس 15 كيلو في 30 يوم خمسة وسبعين في المائة يعني ربعة ثمانة واللو عايز اخس اكتر من 15 كيلو نقدمه على الكورس السابت بسعر الكورس الاولين طبعا يا بشت المفهومة بس الفريق التببي هيشرحها اكتر الحالة اللي بتاتصل كل الفكرة انك تقولي عندي ضغط عندي سكر عندي اي مشكلة كل التفاصيل عن الحالة كل ده كل الوسيل دي هتبقى عن طريق ايه هتبقى عن طريق التليفونات بتاعتنا وصفحات كمان شركة ايجيبت فارما اهي معانا الصفحات صفحة مصر وصفحة تخصيص دي الصفحات اللي نقدر نتواصل عليها وما فيش غيرهم يا جماعة لشركة ايجيبت فارما هم الصفحتين دول بس نقدر نبعط لهم مصدج على المسنجر او ممكن على اي كومنت على اي بوست المتابعة بتبقى من خلال الصفحات كمان او طلب المنتج بيبقى من خلال الصفحات هنا فريق تبي في الصفحات وفريق تبي للمتابعة ان شاء الله تشرفتنا يا كريم ونشكرك على عرضك الكريم انت كريم وعرضك كريم وعرضك ربنا تخليك شهيرة وانا اللي تشرفت والله شكرا يا كريم ايه شيف هالة بكرا ايه بكرا خليها مفاجئة كل يوم بنعملكم مفاجئة جديدة خليها مفاجئة يبقى بكرا تستنوا مفاجئتنا مع الشيف هالة بكرا ان شاء الله نشوفكم على خير يا رب بإذن الله باي باي